كيفية التخلص من عشبة السعود المستدير السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وعافية أخي الكريم وأختي الكريمة بادروا بالتغط على أعجبني تشجيعا منكم لنا وحرقوا الجرس يصلكم كل جديد واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا توجد طرق عديدة للتخلص من عشبة سعود المستدير السعود المستدير والذي يعرف أيضا بالسعود أو الريحان القصارى أو حب العزيز هو عشبة ضارة سريعة التكيف بشكل رهيب والتي تضرق بباقي العشوب لهذا النبات جذور قوية وعقيدات تسمى الجوز أدق طريقة لتخلص حديقتك من حشائش السعود المستدير هي إزالتها من جذورها بيدك يمكنك كذلك تجربة مبيدات الأشاب الكيميائية ولكن يمكنك تغطية العشوب بالسكاري كحل بديل وعضوي الطريقة الأولى من أربعة الطرق أولا ابحث عن رقاع من الحشائش التي تبدو في غير محلها تلمو حشائش السعود المستدير أطول وتبدو أخفوزا من باقي الحشائش بما أنها تبدو مشابهة لمختلف الحشائش الأخرى فإن الرقاع الصغيرة تكون صعبة الملاحظة ما لم تتحر بنفسك بالبحث عنها ثانيا تفحص الأوراق اشتع على رقبتيك وتفحص أشكال والسمق أوراق الحشائش التي تنمو في رقاع للسعود المستدير أوراق سميكة ومتصلبة يصل عددها إلى ثلاثة في الساق الواحد كما يتوفر في العديد من الحشائش العادية ورقتان في الساق الواحدة ثالثا اقطع الساق لعشبي يحتمل أن يكون شكل صيقا سعود المستدير ثلاثية بمركز مسمت بينما تكون صيقا أغلب الحشائش مستديرة العديد من الحشائش أيضا تكون جوفاء من الداخل بدلا من أن تكون مسمتة رابعا احفر بحرس في أعماق الجذور إذا شككت في وجود أعشاب السعدق المستدير بناء على ظهور نصفها العلوي يمكنك إما إزالة الحشائش في الحال أو إكمال الحفر إلى أعماق الجذور للتأكد من شكوكك قبل أخذ أي ردة فعل استخدم مجرافق بسنا للحفر بجانب رقعة الحشائش وابحث عن أي عقيدات تشبه الجوز في الجذور ربما ستحتاج للحفر بعمق يتراوح بـ 30 إلى 45 سم أو انتقل إلى مرحلة الثانية الطريقة الأولى من مرحلة الثانية ارتدي زوجا من قفازات البستنق ستحتاج للحفر في القاذورات قليلا باستخدام هذه الطريقة لدافع الناق القفازات ستقلل من كمية الأوساخ التي تعلق ببشرتك وأسفل أظافرك ثانيا أدخل مجرافق باستنق مباشرة إلى جانب الحشائش السعد المستدير احفر بأقصى عمق يمكنك الوصول إليه قد تمتد جذور هذه الحشائش إلى عمق يتراوح بين 30 إلى 45 سم أسفل السطح ثالثا إخلاء أعشاب السعد المستدير برفق من جذورها من أعماق الأرض أخلعها برفق وهي خطوة ضرورية لضماني انتزاع الجذور من الأعشاب وكذلك لتقليل تقصر تلك الجذور لأكثر من قطعة بداخل الطربة رابعا أخرج أي جذور متناطرة إن بقيت أي جذور فهناك احتمالية أن أعشاب السعد المستدير ستعود مرة أخرى خامسا ضع الحشائش في أكياس قمامة مع الطربة التي أزلتها تخلص من الأعشاب في القمامة لا تلقهم في كومات رابعا أو كومات سمات لتجنب انتشارها في رقعة أخرى من عشبك الخطوة الأولى من طريقة الرابع أولا استعمل هذه الطريقة في الرابع أثبتت هذه الطريقة أقصى فعاليتها في فصل الرابع عندما تكون الحشائش بالكاد في طور النمو وعلى وشك التبرعم والإنبات ثانيا استخدم خرطوما للتسقي العشب لا تحتاج لإغراقه ولكن يجب أن ترطب طربته باعتدال ثالثا انخل السكر فوق العشب في خطوط مستقيمة امشي في خطوط مستقيمة وبخطوة منتدمة صب السكر بواسطة منخل وأنت تتمشق مع تقليب مقبض المنخل بوطيرة ثابتة مستمرة للتأكد من سقوط السكر على العشب بكميات متساوية علاج السكر ليس مجرد علاجا تقليديا فكما يأكل حشائش السعد المستدير يغدي كذلك الميكروبات ذات التأثير الإيجابي على حشائشك رابعا رش العشب مجددا باستخدام الخرطوم لا تصل إلى درجة التشبعك لا تشطفى السكر الذي رششته رش العشب برذاذ خفيف بشرط أن تكون المياه كافية لإعادة ترطيب أوراق الأعشاب وتحريك السكر لأسفل وإيصاله إلى التربة وجذور الأعشاب خامسا كرر هذه العملية على الأقل مرتين خلال الربيع ربما لن تختفي هذه الحشائش تماما بعد أول مرة ولكن بعد بضع مرات سيقضى عليها عن بكرة أبيها والطريقة الرابعة هي رشب المبيد الأعشاب أثناء فترة الجفاف انتظر عدة أيام بعد الري ولا ترش المبيد إذا كان هناك احتمالية أن تمطر بعد أربع ساعات من الرش أو إذا كنت تتوقع هطل أمطار الثقيلة في الأيام المقبلة سيعمل الرش على شطف المبيدات ولن تستطيع أن تقوم بدورها وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته